السلام عليكم اهلا وسهلا اليوم رح نقرأ على علي تعليقاتكم اعتقد ان هنوعة ما رح تكون مصطلحات جديدة علي انا رح اقرأ التعليقات وانت احكيلي اذا فهمتهم ولا لا تمام في ناس كاتب فدوين اكل اكل مش فاهم مش فاهم يعني عنك وعن نوح مكتبين اكل اكل انا ونوح اكل اكل اعتقد هم من العراق في بلد اسمه العراق ماشي لما يعجبهم ايش بيحكوا فدوى اصلا هم اللغة العربية يعني فداء بعمل اي اشي عشانه وان شاء الله حتى بموت عشانه فهمت الكلمة اوه فهم ايش لما يحبوا حدا بيحكوا فدوى فهمت كيف بعدين حكيين اكل اكل يعني من كثر ما هو زاكي بيصير واحد بدي يوكله مالك كل الناس كتبين زي اشي زي هيك بنتهم يوكل مكتب عليه الله يحفظوا فهمت ليش؟ لعنجين احنا العرب نستعمل كلمة عسل اه عشان عسل زاكي بتفوتوا القلب من جمالكم وخفة دمكم خفة من خفيف يعني دمكم شو ماله خفيف كبري حيو بيحكي يحكى م Earuz أه ماgon 並因قد انتو مثل شوكالاتة تتاكلوا أكل كلهم أكل أكل نحنا هيك بنحكي لما يعجبنا اشي ماشاءالله كتاكيت ماشاءالله 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 النفتفة لا لا ماشاءالله كتاكيت او ماشاء الله يا كاتكوت صاح عارفت الكاتكوت شوه؟ يعني صوس نحن مش صوس عرفت الصوس اه اللونه أصفر اه الناس بيحكوا عنهم انه حلوين بيحكوا عن اشي كتكوت يعني حلو يعني كيوت يعني فهمت عليه لطيف خاصة عن اطفال بيحكوا كتكيت ولا انت عندك مش حلوين نص نص يعني لما حد يحكي عنك كتكوت ما بتحس حالك انه انت حلو اه ش بتحس حالك محس حالي نص نص اه اه تخيل احنا لو هستنا نترجم الكلامنا الياباني مثلا نشوف اشي حلو صعب لا فرضا تخيل انت تحكي كواي طبي تاي لا ما بنقدر نحكي في اليابان هدين مفكرون نو كل الانسان نو كل الوشر اه في اليابان هون ما عندهم اشي زي هك صح اه لو نشوف اشي بس بيحكوا كواي صح اه او كواي بس صح ما بنبدو اشي ثاني زينا احنا بنحكي مأسكا شوزاكي اه كتر كلمات في كلمات انت بتعرفهم او جمل انت بتعرفهم اه بتحسهم موجودين في العربي او يعني في كلامنا لهجتنا الاردنية ومش موجودة في اليابان او مستحيلة الترجم للياباني اه فيها كالنهوا كالتوا ليش انتو وعنتو كثير شرب واكل ابسط شيء اه ليش نحكي اكل كثير اه مش عارف بس يمك عشان احنا بنحب الاكل ياباني ما بيحبوا الاكل ما بيحبوا السكر كثير ممكن عشان هيك حلو الطغة عليقاس كلهم يعني عجبوك اه بس بعضهم غريب مع السلامة